من أبو ظبيج مع مبارك الجنيبي سفير سابق وخبير في الشؤون السياسية والستراتيجية أهلا بك معنا عبر شاشة الغد بداية مع تكرر هذه الهجمات الحوثية على الإمارات كيف أو ما المطلوب اليوم دوليا وأمريكيا للحد من جرائم الحوثي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالرغم من تكرار الاعتداءات الحوثية الإرهابية على الإمارات ولكن استطاعت القوات المسلحة الإماراتية أن تتصدى لهذه الهجمات وأثبتت كفاءتها في التعامل مع هذا النوع من التهديد وتغليل الضرر ولكن طبعا الاستمرار في هذا النوع من العمليات المزعجة في المنطقة هذا أكيد يؤثر على السلم والأمن الإقليمي في المنطقة لهذا رأينا كيف كان هناك موقف حازم وموقف واضح من أكثر من 120 دولة أدانت العمليات الأرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات وأيضا كان قرار من مجلس الأمن اتفق عليه كافة أعضاء مجلس الأمن الدائمين وقير الدائمين والذين أدانوا الاعتداءات الحوثية على الإمارات وكذلك المنظمات الدولية واخليمية منها جامعة الدول العربية طبعا الموقف الأمريكي بهذا الصدد واضح الرئيس بايدن خلال كلمته في مرور سنة من تسلمها الرئاسة ذكر بأن هناك النظر في إعادة هذه المنظمة إلى قائمة الإرهاب وأنا أرى هذا ضروري جدا أن توضع هذه المنظمة في مكانها الصحيح وهي كمنظمة إرهابية ويجب أن تكون في قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية كذلك حقيقة رأينا بأن أكثر من اتصال تم بين الجانب الأمريكي والإمارات الذين أثبتوا بالعلاقة الاستراتيجية بين أمريكا والإمارات ففي اتصال تقريبا الأمس بين وزير التفاع الأمريكي مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة والذي أكد فيه بأن هذه التزام بالشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأمريكا والاستبرار في تغنيم الدعم وخاصة في التعم المعلوماتي والاستخباراتي من ضمنها طبعا التنذار المبكر وكذلك أيضا هناك بيكون فيه تعاون في مجال الدفاع الجوي وذكر الجانب الأمريكي أيضا بأن سيتم نشر نعم تفضل لا تفضل تفضل فيه طبعا أيضا بيكون فيه نشر لطائرات مقاتلة من الجيل الخامس وأنا أعتقد هذه بيكون لها تأثير بسير العمليات على الأرض وأنا أعتقد أيضا هناك رسائل مهمة جدا من ضمنها مثلا إرسال المدمرة USS Cole على أساس أنها سوف تعمل مع القوات البحرية الإماراتية هذه كلها رسائل بأن هناك موقف عسكري حازب سيتم تعامل به مع هذه الجماعة وأيضا هناك أيضا مواقف دبلوماسية ومواقف سياسية نعتقد قاعدة تتخذ في هذا المجال من ضمنها إعلان الرئيس الأمريكي بالنظر في إعادة هذه المجموعة كمنظمة إرهابية وأيضا أيضا النظر في عقوبات على قيادات هذه المنظمة وأنا أعتقد هذا ضروري جدا لأن هذه ستكون رسالة لهذه القيادات بأنها معروفة لدى المجتمع الدولي وسوف يتعامل معها بهذه الطريقة وأنها معربة للعقوبات وربما الاستهداع أيضا يعني بايدن بدأ يراجع سياسته تجاه الحوثي أكيد طبعا الآن الجانب الأمريكي لأن العمليات هذه حقيقة طبعا لا تؤثر فقط على الإمارات أو السعودية وإنما تؤثر على الموضع الإقليمي والسلم والأمن في الإقليم وكما نعلم أيضا اعتداءهم على قطوط الملاحة البحرية كاختطاف السفينة روابي هذا يؤثر طبعا على الملاحة البحرية وهذا طبعا يؤثر على الاقتصاد العالمي فلابد من أن تكون هناك وقفة شديدة في كل الجوانب من النواحي السياسية وأيضا من النواحي العسكرية مع هذه الجماعة لردعها إن شاء الله اشتركوا في القناة